السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شدة بلوت الجو والأمطار التي تتواجد نتيجة الفصل الشتاء نتيجة الفصل الشتاء تيجي الامتحانات بتاعة التلاميذ في الاعداء دي والسنون امتحانات نصف نصف العام يبقى الطلبة والأولاد في شدة البلد مطالبين ان هم يستوعب الدروس بتاعتهم ويحضوا الدروس ومراجعات بتاعتهم عشان يحضروا الامتحانات مع بلوت الجو وشدة الأمطار فالأولاد والبيوت كلها في حالة استعداد تام حتى يكون كل البيت مستعد لهذه الفترة من الامتحانات حتى يمر الأولاد بالفترة دي بنجاح وعالرغم من ان معظم الأولاد بيروح المدارس بيجوا راجعين بأمراض كتيرة اللي راجع عنده برد واللي راجع تعبان بيبقى نتيجة لزياد عدد الطلبة في الفصول بيقفلين الفصول عليهم عشان البرد فتنتشر الأمراض بين الطلبة وبين بعضها يجب راعات تهوية الفصول على قدر الإمكان بحيث أنهما لا يصابوا ببرد ولا تكون التهوية مناسبة لعدم انتشار الأمراض ويجب المدرسين أن يكون المدرسين والتلاميذ في المدرسة يكون عبارة عن أسرة واحدة أسرة واحدة أن المدرسين يعتبروا أولياء أمور للطلبة يرعوهم ويخافوا عليهم بحيث أن ما يصابهمش الرعب والخوف من الامتحان بحيث أن يكون كأي يوم دراسي عادي كأي يوم دراسي عادي الطلبة بيفحصش وتقضي الامتحان بتاعها بدون رهبة أو خوف حتى يقدروا أن هما يمروا بهذه المرحلة بسلام ومفروض أن يكون فيه مندوب طبي أو دكتور أو ممرضة تمر على الفصول لأنها تتعطي التلاميذ اللي هما عندهم بيشعروا بتعب أو عندهم مرض الأدوية المناسبة للحالة الصحية اللي عندهم وتبص رح أشعور التمأنينة للطلبة وأنهم يعني أن دي أيام عادية زي أيام الدراسة وأن هي ما تفرقش بين أيام الامتحانات والأيام اللي هما بيدرسوا فيها هي مجرد فترة اختبار لخياس مدى تحصلهم للفترة الدراسية اللي هما عضرواها كم شهر اللي هما عضروا في الدراسة دي بتشوف مقدر استيعابهم وتحصلهم للمواد مع بس التمأنينة في روح الطلبة حتى يشعروا بالأمان وهما في قلب الامتحان ويؤدوا الامتحان بتاعهم في سهولة ويسر وكأن المدرسة كلها المفروض أنها تكون كلها أسرة واحدة المدرسين والطلبة والنظار بيعتبروا زي أولياء أمورهم وزي أخوتهم ويكون كلهم أسرة واحدة بيخافوا على بعض وأن المريض يراعو ظروف المريض ويوفره الجو المناسب حتى يمكن أن هو يؤدي الامتحانات بسهولة وأن الامتحانات مفروض المفروض المتحانات مكونش يعني ما تكونش تكون في مستوى الطلبة كلهم في مستوى جامعة الطلبة لأن الامتحانات لما تجي في مستوى الطلبة كلهم بدي بترفع الروح المعنوية للطلبة بحيث ان كل الطلبة الذكية والمتوسط الذكاء يقدر يجاوب فيها مش احنا نعمل مش يكون الامتحان مثلا محطوط لمستوى مرتفعة او مستوى ذكاء مطلوب التفكير ومطلوب التفكير فيه والحل بطريقة مزاكية ان احنا بنحط الامتحان بحيث ان جميع الطلبة يحلوا فيه ويخرج جميع الطلبة وهم راضيين عن الوضع عن وضعهم عن اجابتهم في الامتحان بحيث ان تكون الروح المعنوية للطلبة جلهم والتلاميذ تكون الروح المعنوية بتاعتهم كلها مرتفعة ما يخرجوش مثلا نعياته ان نتيجة الامتحان الامتحانات صعبة من صعب الامتحانات صعب الامتحانات لان نجيبها فيه فيه مستوى الطلب الزكي ومتوسط الزكاء والطلب العادي بحيث ان نتيح فرصة للجميع ان هم يتفوقوا ان هم يحلوا الامتحان ويخرجوا من الامتحان بحالة 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 نفسية وحالة صحية ومعنوية مرتفعة ويروحوا بيوتهم بحيث ان هم ما يكون مصدر تفاقل لقابقهم وامهاتهم لان لما بيرجع التلميذ التلميذ زعلان او زعلان لان الامتحان صعب او معرفش يجاوب بتصيب البيت كله بيشعر بالحزن ويشعر بالكآبة بالكآبة والحزن في البيت كله فلما التلميذ الطلبة الطلب يروح البيت بتاعه وهو من شرح او هو مبسوط وان الامتحان جاه في متناول جميع الطلبة يبقى الحالة المعنوية للطلب بيبقى مرتفعة ويعم يعم الفرحة الفرحة فيه في البيت لما يروح يقول لهم في البيت لأولياء أمرهم ان احنا حلنا الامتحان وكان الامتحان سهل في متناول أيديهم حتى يمكن ان هما يقعدوا في البيت في الأجازة يعني مبسوطين ويبعثوا روح الفرحة والتفاؤل في الأسرة وانهم يمكن يخرجوا ويتفسحوا وتعم الفرحة ويكون أجازة سعيدة على على الناس جميعا لأن الامتحانات دي يعني مش هي اللي حجيب النتيجة الأخرانية ما هيش اللي بتفرق بين دكتور ومهندس وظابط ومدرس لا ده امتحانات امتحانات يعني من مرحلة لمرحلة يعني امتحانات نص العام دي بتبقى من فترة لفترة من فترة لفترة يعني بتشوف مستوى استعابة طلبة للمواد الدراسية اللي أمي خدوها في الفترة الأولينية من السنة فيجيب إنها تكون في متناور جميع الطلبة مش إحنا بننتقل من التلاميذ في في الامتحان كيف هي على أولياء الأمور الدروس اللي هم الفلوس اللي بيدفعها في الدروس لأن ما فيش المدارس الزبات اللي بقتش تعلم كل الطلبة بيروحوا دروس وكل مادة بالشقل فلان بيبقاش غرامة غرامة في الدروس وكمان اكتئاب وحزن نتيجة الامتحانات اللي هي الصعبة أو إن المدارسين يعني المدارسين المفروض يرعوا إنهم بياخدوا فلوس من الطلبة دول بياخدوا فلوس فيه عشان خاطر الدروس وارتفاع أسعار الدروس الدروس دلوقتي مع ارتفاع الأسعار عموما فيجب إنه هي إنهم يكون الامتحانات في متناول جميع الطلبة حتى يمر تمر يمر جميع الطلبة بالامتحان في سهولة ويسر وتوفر لهم كل وسائل الراحة والرعاية الصحية ويكون يشعر الطالب إن هو في بيته في بيته في وسط أولياء أمورهم وفي وسط أخوتهم أولياء أمورهم من المدرس والمدرسة في مقام الأب والأم يكب أن هم يحنوا ويعطفوا على الطلبة وخصوصا الطلبة اللي هم صغار السن وفقنا الله ربنا يجعله عام سعيد وعام فرحة وفرحة لكل وفرحة وسعادة لكل لكل التلاميذ والطلبة حتى يكون عام رخاء للمجتمع كله وعام سعيد على الناس كلها وفقنا الله جميعا لما يحبه ويردى وستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة